مرحبا برج الحود أهلا بكم في القراءة العامة عندنا خمس الأخصان في وايض اختلاف في الآراء بخصوص مشروع يديد بخصوص في مكانك الوظيفي أو في البيزنس مالك في اختلاف في الآراء في تنافس كل واحد يب يثبت وجوده ولكن اللي قاعدة أحسه هني ضاقت مو البقاء للأقوى ولكن البقاء للأفضل الشخص اللي يقيد بشكل أفضل اللي أداء يكون أفضل في الفترة القادمة ترى أهو ممكن تكون أنت أهو اللي رح يتقلد منصب رقم واحد ما بين كل هاي الناس اللي في السوق أو كل هاي الناس زملائك في العمل وراها ست الأخصان بالضبع بالترتيب خمسة وستة في شخص رح يبرز كأنما الخيار لك عندك الفرصة أن أنت اللي تبرز تبرز ولكن مو بس تبرز من أجل الشو أو من أجل إظهار نفسك هني كأنما إذا كنت مو بين رابعك أو زملائك مو بين في السوق في السوق نفسه تبرز بسبب أن أنت قاعد تحتوي كل هالخلافات قاعد تحتوي كل الأشياء السلبية اللي قاعدة تصير مثلا لو الكستمر أو زملائك في العمل يعانون من مشكلة سلبية أنت اللي تحتويها أنت اللي توجد الحلول هني التتويج يتم عندك ولكن في أسباب في أسباب قيادية هي اللي تخليهم يختارونك يا برج الحوت وآخر شي ننتهي بالغصن الأول الفرصة القادمة أو الوقت القادم فرصة ممتازة عشان تثبت وجودك هني لأنك إنما الفرصة جدا مؤاتية مفتوحة لأن فيه اختلاف أو قد فيه سياسة تقول لك فرق تسد ولكن التفرقة هني موجودة قبل ما أنت تدخل الأشخاص اللي حولك في الجانب العملي مقبلين على فترة اختلاف أو انفصال أو هني فيه أحزاب حتى كل واحد متحزب عندك فرصة أن أنت تكون مثل إمبراطور الصين أن أنت اللي تجمعهم توحدهم كلهم لما توحدهم هني أنت السلطة تكون عندك ولكن السلطة ما تأتيك عشان الجشع السلطة أنت بالذات يا برج الحوت ما رح تأتيك عشان مثلا بس تحس أنك ملك وأفضل منهم لا السلطة تأتيك من أجل أن تخدم تخدم الآخرين الآخرين هني محتاجين لمهاراتك القيادية في الفترة القادمة نشوف الجانب المالي اللي هو بالعادة مرتبط بالجانب العملي عندنا ثلاثة الأكواب وراها كرت العاشقين وأيضا كرت الاستيقاظ أو الرجل المعلق برج الحوت طاقتك أنت هي طاقة المياه رح تحصل حرية أكثر انفتاح يعطونك الثقة أكثر بخصوص التصرف في الموارد المالية في الفترة المقبلة بما معناه أيضا موارد مالية أكثر راح تندفع لك أنت راح تندفع لك لأن هنا قرد يينك منصب مثلا تكون من موظف عادي إلى مشرف من مشرف إلى مدير من مدير إلى مدير عام ترقية ترقية هني ترقية أو ارتفاع حتى بين الأشخاص وبين المنافسين فهني أنت قاعد تحصل أو تحصد ثمار هاي الترقية أو الارتفاع عن الآخرين أو حسك القيادي هذا اللي قاعد يصير تندفع لك ويثقون فيك حتى الآخرين أكثر أن يعطونك الأموال أنت تصرف فيها شنو لازم تسوي تعقل خلك متوازن لأن هذا الكرت فيه شخصين كرت العاشقين فيه شخصين كأنما خلك متوازن أفضل الأمور أوسطها هي النصيحة لك خلال هذا الشهر ولا تنسى الإدخار ثم الإدخار ثم الإدخار فيهني شيء أتوب بما أنه عندنا كرت العاشقين فيه شيء تحب تصرف عليه بتقول بما أن أدتني فلوسة ديادة رح أبدأي أعدل أأثف أحسن من شكلي أسوي كذا كذا انتظرت فترة طويلة عشان تأتيني هاي الأموال فلما تأتيني على طول رح أسوي الشيء اللي أحبه إني مطلوب منك طاقتين عندك مو فقط نتصرف على الأمور اللي تحبها والمطاعم اللي تحب تروحها ولكن أيضا أو حتى الأشخاص اللي تحبهم اعتزل ما بين أن أنت تصرف وما بين أن توفر لأنها ذكرت الرجل المعلق دائما نقول لك خل قرشك الأبيض من أجل يومك الأسود في شيء لازم تخليه ينضج الرجل المعلق معلق من شجرة صح؟ شنو أيضا الشيء اللي يتعلق من شجرة عشان ينضج في الوقت المناسب الفاكهة الفاكهة إذا فكرت فيها هي عبارة عن الشجرة أو النبتة نفسها قاعدة تخزن الغذاء تخزن الطعام تخزين ولكن تخزين لا موعد نضج لا موعد قطاف بما معنى كأنه مهني النصيحة لك أنه مو فقط تتوفر أموالك ولكن تخليها في نوع من الوديعة نوع من التجميد اللي تحصل عليه أيضا فوائد أوكي تخليها موفرة ولكن لها أيضا فوائد مو بش دي موفرة على الفاضي نزيل خلا نشوف جانبك الدراسي برج الحوت ثماني الأكواب مضطر ترحل عن حلم عندك في بالك مضطر تساوم هذه الكلمة ما نحبها لما يكون في حلم معين في بالنا أنا حاط في بالي لازم أصير محامي لازم أصير دكتور لازم أصير التخصص اللي في بالي لما نأتي إحنا حين في فترة صيف ومقبلين على فترة جامعية لما نأتي إلى أرض الواقع نقدم امتحانات القبول نشوف الشواغر نشوف متطلبات سوق العمل نكتشف أن الشي اللي نحبه أوقات نكون محظوظين نقدر ندرس التخصص اللي نحبه أوقات لا كأنه أشوف في الفترة القادمة التخصص اللي أنت حاب عينك عليه راح تضطر أنك تبتعد عنه ليش؟ عندنا كارت العالم ممكن أن يكون هذا التخصص ما فيه الكثير من الوظائف هذا التخصص مو هو التخصص اللي راح تحصل فيه بعثة أو منحة أو قبول حتى في الجامعة أنت تريد هاي التخصص أما الجامعة خصوصا إذا كانت حكومية تقول لك لا اللي متوفر عندنا تخصصات أخرى مثلا اللي أعلم منك بالدرجات وهم اللي شغلوا أو شغلوا هذا التخصص فأنت ما عندك خيار عرفت قصتي؟ أخذوا الأفضل أو أخذوا اللي يبونهم أنت هنا تريد أن تقدم يقول لك ما يصير وعندي بعد أيضا طاقة فيه أشخاص من برج الحوت يريدون أن يسافرون للدراسة يبون يدرسون برا كأنما هاي الأشخاص خصوصا إذا كانوا صغيرين في السنة أشوف أنه راح يلاقون معارضة راح يضطرون أن يساومون أو يوجدون حل وسط مثلا أن حاليا على الأقل إدرس في بلادك ممكن نفكر عن دراستك في الخارج بعد ما تتخرج من البكالوريوز طاقة شديد طاقة مع الأهل طاقة ما بينك وبين الأشياء المتوفرة في الجامعة عنها القراءة بستة سيوف بالضبط الستة هو رقم للتوازن هو رقم أنصاف الحلول رقم لازم نمسك فيه لعصى من الناس ما أشوف أنك يا برج الحوت في الفترة القادمة راح تكون من المحفظين اللي يقدرون فقط يقشرون على التخصص اللي يبونا ويختارونا لا أحس أن أنت من الأشخاص اللي حبوا شيء وقالوا لفترة طويلة راح أدرس التخصص الفلاني ولكن بعدين يضطرون يرحلون تجاه تخصص آخر جامعة أخرى لأن في أسباب هنا أشوف في أسباب أنت ما أخفتها بعيني الاعتبار أن الشواغر مهمة سوق العمل متطلباته شنو التخصصات اللحين مطلوبة أيضا مهمة وأنها العالم ما يعيش فقط على طاقة الأكواب طاقة الحب أنا شنو أحب وشنو راح أسوي أوقات لازم يكون في توازن ما بين شنو المفروض أسوي شنو أحب أسوي خيطاقة الموجودة عشانك الرسائل لا يوجد ما راح تنطبق على الكل لأنها تخص جوانب محددة عندنا هنا موضوع الحجرة موضوع أمور الصحة وإحني الأمور القانونية فإذا ما عندك أي مشاكل في هاي الجوانب ما أعتقد أنها راح تنطبق عليك نزل نشوف جوانب الحجرة الكوب الأول الموافقة الأكيدة ما فيها برج الحجرة حتى لو ما كنت تفكر في الهجرة كأنما هني الكوب لأنه دائما أيس الكوب الأول السيف الأول مقدم من شخص مبادرة من شخص مو شيء أن تتعب عليه تحصل لا من الله سبحانه وتعالى يأتيك هني أبواب القبول لك مفتوحة مو هني عندك محاولة أن أنت تدرس برا ما أدري ليش أحس أنه في مبادرة من أطراف من جامعات خارج دولتك حتى مستعدين أن يستقبلونك الحجرة مفتوحة أمامك في الفترة القادمة لو قدمت راح تنقبل بسرعة جدا بسرعة ولو عندك طلب راح تأتي إن شاء الله الموافقة قريبا ثلاث الأكواب ولكن هذكرت الاجتماع والحفلة لأنه وراء ثلاث الأكواب سبعة السيوف فكأنما اللي قاعدة أشوف أنه على الأقل مؤقتا راح تضطر أنك تقول وداعا للأشخاص اللي تحبهم اللي تعود عليهم في بلادك ما راح تقدر تأخذهم كلهم معاك كأنما المطلوب منك الهني اللي مقدمين لك تذكرت سفر لشخص واحد أو قبول طلب هجرة خلي نقول لشخص واحد فقط أنت تريد أن تأخذ معاك حبايبك ما راح تقدر لأن هنا عندنا سبعة السيوف شخص يرحل في منتصف الليل منزين ومخلي أشياء وراءه يرحل معا شي ومخلي شي في ثلاث أشخاص تحبهم لأن أيضا تشوف السبعة اللي يكملها الثلاثة ونوصل إلى رقم عشرة الرقم المكتمل في التارو بما معنى من هؤلاء اللي تحبهم راح تضطر تخلي ثلاثة يمكن تقدر تأخذ مثلا فقط شريكك أو أحد من أبنائك والباقي تخليهم تخلي ناس ويد عزيزين على قلبك تحس في قطعة من قلبك وإن كان القرار مؤلم ولكن إيش لن تنظر للموضوع يا برج الحود إن حتى الفراق مؤقت ترى إلا ما ترتب أوضاعك تصير أفضل تسوي لك حياة في هذه الدولة وبعدين تقدر ترجع تخليهم ينضمون لك في هذه الدولة بس على الأقل أنت في البداية لازم تروح بروحك وترتب الأوضاع هذه هي طاقتك في موضوع الحجرة خلي نشوف موضوع الصحة هذا كرتك وجودة هنا حضورة قوي أحس عندك نوع من ويد تفكر ويد تفكر والتفكير متعبك وأيضا طاقة هنا الأزرق الداكن أحسها طاقة اكتئاب نوع من الاكتئاب هو اللي قاعد يأثر على صحتك هذه الطاقة عكس هذا الطاقة وهذه الطاقة الساكنة اللي أعرف ويد وأتمنى ويد وأفكر ويد ولكن ما قاعد أتصرف ما قاعد أتصرف هذه كرت العربة هي الحركة فول آن السرعة القصوى حركة وانطلاق أي شيء ينبي نروح نسويه فإهني كأنما في الفترة القادمة يمكن احتمال أن يصيدك نوع من في شيء في شيء نفسي يأثر عليك يأثر على حركتك أو حسب تعليمات الطبيب بسبب ظروف معينة تضطر أنك تضل في الفراش ساكنا هذا الشيء يأثر على نفسيتك ولكن ما تقدر ما تقدر أنك تتحرك ومو المفروض أنك تتحرك وهذا أيضا كرتك هذا العالمة وهذا القمر هذه كروت برج الحوت وجودة عندك أنا ما قاعد أتشوف شيء خص الصداع خص الصداع يرجع إلى شبكة العين أعصاب العين في ضغط عليها يمكنك وايد تقعد أمام الشاشة ممكن أحد الأسباب زين فهذا يتقدك في الأمور الصحية أما إذا تحسن صحتك عال العال فما في أي شيء يستدعي القلق خلا نشوف أمورك القانونية عندنا فارس الأخصان الفارس اللعوب خمس السيوف وكرت العدالة كرت برج الميزان العدالة رح تتحقق كأنه هني وجود كرت العدالة يقول لي الشخص اللي غلط الشخص اللي حاول يتهرب من مسؤولياته أنه يدفع أموال مع مكانة الأسباب فيها تهرب فارس اللعوب لا يعتمد علي يتحاول أنه يتهرب من مسؤولية قانونية سواء أنت يا برج الحوت سواء الخصم العدالة ثق فيها رح تأخذ مجراها رح ترجع الحق اللي ضاعه هنا لأنه خمس السيوف هي طاقة اللي رح أربح مهما كان الثمن ولكن لا أحسن في الفترة القادمة كل واحد رح ياخذ حقه اللي مثلا يقول لك القانون لا يحمل مغفلين اللي غلط هو رح يتحمل غلطة وإذا كنت أنت بعد نوعا ما مغفل أنت بعد رح تطر تتحمل جزء من الغلط ولكن إذا كان الغلط كل على الخصم أولا رح يتحمل رح يطلع الحكم الحكم رح يطلع قريبا إن شاء الله الحين بنتشوف القراءة العاطفية ممكن أنت حتى تفهم رسائل تنطبق على حالتك من الكلام أكثر مني رسائل مبطنة أسميها يقول لك إذا طال عمري فسأعود مرة ثانية إلى الحان ولا أشغل نفسي ذلك بعمل آخر غير خدمة العربية للسكران قاعدة أتشوف هنا شخص ممكن أنت ممكن الشريك شخص ما أعطى طرف الثاني فرصة ما انتبه لما كان موجود ما حاول يتفاعل معاه ما حاول حتى يتمسك فيه ولكن هذا الشخص اللي ما تمسك أو اللي انسحب بسرعة ممكن تكون أنت الشخص اللي ما تمسك وهو الشخص اللي ابتدى حين ابتدت الأفكار تلعب براسه وابتدى الندم يظهر عليه علامات الندم احني أشوفها تظهر لأن تقول لو أتتني الفرصة كأنا ما واحد قاعد يقول لو أتتني الفرصة قبل شمسنا كنت أحب شخص شما تركته قبل شمسنا كان من تقدم لشخص جما صديت عنه أو رفضته هاي الطاقة عندك لأنك كأنما قاعد أحس أنه فيه نوع من الوحدة نوع من فيه أشياء كانت ملهيتك قبل كان وايد عندك مثلا ملتهي بعملك ملتهي بالأصحاب ملتهي حتى بصغر السن مخضنك الغرور تقول لا دنيا مليئة بالفرص مو الحين بكرة عادي حين فضع عليك شوي المكان فظلت الأفكار تلعب براسك أو براس الشريك وسيكون سعيدا ذلك اليوم الذي أذهب فيه بعيون باكية فأنثر ماءها مرة أخرى على باب الحان مرة ثانية طاقة الندم تقول هالمرة هالمرة ما راح أمثل أو حتى أكابر بالعكس كأنما قاعدت وعد الله سبحانه وتعالى أنه سجسج له صدتني الفرصة مرة ثانية لهذا الشخص رجع ما راح أقوم بنفس الأسلوب اللي بعد بعده عني ما راح أغلط نفس الأغلاط ما راح أبعده عن طريق محاولتي بالتحكم ما راح أبعده عن طريق التصرفات اللي أنا سويتها خلتها تبتعد بالعكس راح أغير من نفسي راح أغير كل شي راح أفرش الأرض الأرض دموع أنثر ماءها أنزين وإذا لم تصل لي معرفة بهؤلاء القوم فيا رب هاي سببا حتى أحمل جواهري إلى مشتر آخر ليش قلت لك هني أنه أنت بسبب الوحدة لأنك كأنما أنت قاعد تفكر في هذا الشخص اللي عندك حنين لمن الماضي ولكن حنينك مو بسببه هو بالذات مو حبه في قلبك ظهر من العدم من جديد ولكن لا الوحدة الشعور بالوحدة هي اللي استفزت فيك الحنين لهذا الشخص حتى أنت بينك وبين نفسك تقول حتى لو أهوة أنا من قصدي بالضبط أني أفكر بهذا الشخص ولكن وحدتي خلتني أفكر فيه ولو أهوة ما بغاني أو ما رح يأتي ما عندي مانع لو أتى شخص داني ما عندي مانع أريد الحب أريد الارتباط أريد أن أرجع إلى وضع القديم أني أنا مرغوب أني عندي شخص في حياتي وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرعى حقوق صحبتي القديمة فحاش الله أن أسمى إلى حبيب آخر وإذا انصرف الحبيب عني ولم يرعى حقوق صحبتي القديمة فحاش الله أن أسمى إلى حبيب آخر بما معنى هذا الشخص الثاني حين أنت شوف أنت اللي شوي فيك عيارة أو العكس ولكن الشخص اللي فضع عليه المكان وهو يقول حتى لو مو هذا الحبيب خليه يأتي حبيب ثاني ما عندي مشكلة أنا منفتح الحين للخيارات الشخص الثاني يقول لا وهو لحد الآن هذا الشخص لو تزوج لو رح في سبيله لو بتعد عنك انقضعت أخباره لحد الآن يتذكر نفسه أنه هو كان حبيبك يوم من الأيام كأنه ما في بصمة في بصمة أنت خلقتها ولو أنك ما تدري عنه بس حين وصلتك طاقته وإذا آتاني الحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الأزرق فلك الأزرق دائما لون الأزرق يرمزون له بلون الاكتئاب أو الجن طاقة شو سمونها الخوارق للطبيعة الجن الأشياء اللي ما نقدر نتحكم فيها فإذا واطاني الحظ قاعد تطلب من الحظ من الأشياء أنت تقول أنا ما أدري شنو اللي ممكن أسوي الحظ السحر الدعاء في أحد ممكن يساعدني أي أحد ممكن يساعدني عادي عادي أي أحد ممكن أقول لقصاتي ويشور علي بنصيحة خلي يساعدني حتى لو شخص مفاهم أنه حتى هنا قاعد تستدعي دائرة الفلك الأزرق فسأحصل عليه مرة أخرى بفرجار آخر رح أعيد لك البيت وإذا آتاني الحظ وساعدتني دائرة هذا الفلك الأزرق فسأحصل عليه مرة أخرى بفرجار آخر يتقول إذا يتني فرصة ثانية سواء هالفرصة الثانية بتكون بأسباب تدخل إلهي مباشر أو بأسباب حظي بأسباب نحسي بأسباب أحد يساعدني تطلب مساعدة ما يهمك ما يهمك أنه أن تمشي وتقول القصة لحد ما أحد ما أكثر خاطرة حتى ويساعدك أو الشخص الثاني ما عاد يفرق معاك لأنه تقول سأحصل عليه مرة أخرى بفرجار آخر تطلب أنه مهما كانت الظروف يكون فيه اجتماع حتى ولو صدفة لأنه كأنما هذا الشخص أحس أن الروابط الأشخاص اللي كانوا يجمعونكم مع بعض يمكن ابتعده وانتقله وصار فيه مقطاع للأخبار وتتمنى أن الصدفة ترد تجمعكم الصدفة والحظ هاي الأمور اللي خارج عن الطبيعة وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش إذا سمحت بهما مرة ثانية إذا سمحت بهما مرة ثانية غمزات إلى أسرارنا المغلقة لا مو هذا البيت هذا البيت لا وقلبي يطلب العافية وقلبي يطلب العافية وهناءة العيش إذا سمحت بهما مرة ثانية تعرف هنا لما يقدموا لك الضيافة وإنت مثلا عطشانة وإنت جوعانة وإنت ترغب ولكن بسبب عزة النفس تأخذك مثل ما قلت لك هنا الكبرياء تقول لا ما أبي لا أنا شبعان لا ما لدعت كلفون على نفسكم هناك إنهم اللي صار شوي مضحك لأن اللي صار لما فعلا العرض الشخص هذا نفسه الأشخاص فعلا إنسحبوا إنت كنت تقول لا عبالك إن راح يضلون يلحقون وراك يتمننونك لا قروا أوكي ونسحبوا وذهبوا في حاسة بينهم إنت تقول لا 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 اطلب مني مرة أخرى أنا مو قصدي إن أصدك أقصدنا كان مفروض تتمسك فيني أكثر ضيفني أصر علي أصر إن أنت ضيفني أصر إن أنت تكون موجود في حياتي أنا زيني أتخيل حين خصوصا في ضيافتنا العربية لما يأتونا ضيوف إلى بيتنا نقدم لهم الشاي على طول يقولون ما لا داعي أو ما نريد وعلى طول نسحب الشاي منهم هنا راح يصير فيه استغراب لأن ثقافتنا هنا كأنما مبنية إحنا على الإصرار على الضيافة الإصرار هو المغزل لأن من الأدب إنما نأخذ الشاي من أول مرة أنا زيني هذين البيت متشابكين فانظر إلى أسرارنا المغلقة وقد قالوا فيها الحكايات الطوال وأخذوا يرددونها في كل زمان على نغمات الدف والناي وعلى رؤوس الأسواق لحد الآن لما تجتمع مع ناس كانوا يعرفون قصتك وقصتها تشوف في ترديد للقصة كأن لحين أهم عالقين في خمسة سبع عشر سنوات قبل وقلون تذكر فلان تذكر علان ما تدري عن أخبارها شنو صار بينك وبينها مع أنه كانت أسرار مغلقة مع أنه كان الموضوع تتوقع أنت بينك وبين نفسك ممكن لحد يدري عنه بس انتشر انتشر صار مثل القصة التحذيرية للآخرين يقولون شوفوا فلان شلون رفض أو ما تقبل عرض الشريك الحين بقى وحيدا الحين بقى وحيدا نقول إذا واتاني لحظ سأحصل عليه مرة أخرى أنزين ممكن تكون أنت قلت لك يا برج الحوت ممكن يكون الشخص الثاني اعكس الرسالة بما يناسب وضعك وما زلت أبكي في كل اللحظات لأن الفلك في كل ساعة يصيب قلبي الجريح بأذى جديد آخر هنا أحس أنه هو هذاك الشخص هذاك الشخص مهما ابتعد في حياته مهما خلاص وصل ونشغل وتزوج أو أشوف هنا ويد أنه مبتعد ابتعد عن محيطك ما صار حتى يقابلك صدفة لحد الآن تصير أمور تذكر فيك تعرف يعني مثلا تور الجرح يبتدي يلتئم على طول الرد الروح نضربه أو نستفزه فيرد ينفتح دائما فيه تذكر سبحان الله هذا الشخص لأنه لحد الآن منسك الطريق بينكم منسك بشكل نهائي فدائما مهما ابتعد ونشغل يصير فيه إرجاع عن طريق موقف عن طريق شيء عن طريق مثلا فقط يطوف على الشارع اللي عرف أنه أنت ساكن فيه فيرد يتذكرك ولكني أعود فأقول أن حافظا لم يقع وحده في هذه الواقعة فكثيرون غيره قد ضلوا وضاعوا في هذه البادية الشاسعة أول شيء أهو يحس أن أنت اللي نسيته من ناحية أهوة يحس أن أنت اللي نسيته أن أنت اللي لهيت عندنا وأنه مستحيل اليوم تتذكره هذا من جانب أهوة من جانبك أنت هني شاعر يقول لك ترى قصتك مو مميزة أو استثنائية لدرجة أن معدومة في كل حي في كل بلدة في كل قرية حتى إلا ما تلاقي قصة حب شبيهة بهاي القصة شخص يطلب مننا الارتباط شخص يعرض علينا لكل شيء نتمنى ولكن سبحان الله في أسباب سعاد أسباب حتى خارقة للطبيعة ليش أقول لك خارقة للطبيعة دائما أريد أن أرجع إلى الفلك الأزرق الأمور العقد الطريق شوف هذا طريق بينك وبينها صح كنتوا شدي اضطريتوا تفترقون مش شرط بسبب إرادتك أنت أو إرادته أو هو صار فيه افتراق ظاهر الأمر أن أنت اللي صديت عنه ولكن طرقكم أريدي كانت قاعدة تبتعد ذلك الوقت والحين صار فيه على وشك الاجتماع شوية كفاية أنت تفكر فيه وهو يفكر فيك في الفترة القادمة ما تدري متى الطريق رح يريد ينفتح فتأكدنا في كل بلدة في أشخاص كانوا يتمنون بعض ولكن حدث ابتعاد حدث رفض رفض منك رفض منه وهذا الشخص تشوفه يظل يندم أنه أنا لو رجع به الزمان كان عطيت فلان ويه أنا لو رجع به الزمان كان قبلت عرض فلان للزواج فقصة لا تحس أنه أنت بروحك أنك سويت عمل مخزي أو غريب أو شي تندم عليه كل شيء أنا أظل وأقول وأتمسك أنه كل شيء نصيب خصوصا في هاي الأمور إرادة إلهية وحتى لو كان ظاهرها أنه أنت اللي رفض من ناركو